المعسكر الغزلاني كان من الصعوبة جداً حتى ربنا نبني مستشفى بالأيمن يدري للأخ القام بقام ما خربونا نبني مستشفى يعني نهض كمدينة يعني هذا المكان يصير مثل الدول الله عبدالقاض اليوم جمع كل الدوار المعنية بما فيها الأخ قام بقام مدين في المصر وهذا يعني هذا يعتبر يعني إنجاز كبير أنه هنا صد على هذه المساحب للأراضي بنانا حديث بنانا متطور تؤكده على الله وحتى نبدأ بأسرع وقت قبل الموضوع حتى تصدقاء حتى أنا كذلك ومهيئ لتنبية كل المتقالبات الاجتماعات ضمت يعني المحافظة المتقالبية اللي يمتد من محاضات المطار إلى وادي حجر وإلى دورة بغداد إلى شارع بغداد احنا اللجنة راح نعتمد على جواب صوت الطيران المدني بالنسبة لمحددات المطار اللي ذكرنا ياها 45 متر أعتقد الكرة الآن في ملعب الدوائر التابعة لمحافظة نينوى من مديرية بلدية الموصل والتسجيل العقاري وعقارات الدولة والتخطيط العمراني الآن كل القرارات قد حصلنا عليها من بغداد يجب أن يكون العمل على قدم وساق من هذه الدوائر حتى يتم أولا فرز القطعة الخاصة لوزارة الدفاع وفرز القطعة الخاصة لمديرية بلدية الموصل وكذلك يكون مسح وعداد تصاميم من أجل إقامة المشاريع الاستثمارية وبالتالي اليوم سيد المحافظ أكد خلال لقائه على ضرورة تجاوز الروتين والبيرقراطية من قبل الدوائر المعنية حتى يكون لهذا المشروع أثر قريبا على واقع مدينة الموصلة المطار نحن لدينا هناك اجتماعات مكثفة في بغداد حضرنا أنا وسيد المحافظ مع مكتب رئيس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء في قصر الحكومي عدد اجتماعات آخر الآن اجتماعات مكثفة في سطل الطيران المدني والسفارة الفرنسية وشركات المنفذة للمطار هناك تفاوض على التصاميم والأسعار ولكن نحن كمحافظة وكلجنة عليا لدينا خيارات أخرى في حالة عدم الاتفاق مع الجامب الفرنسي من قبل سطل الطيران المدني أعتقد نذهب إلى الطرق البديلة التي نحن جهزنا كل المتطلبات لأن المشاريع المهمة والستراتيجية لا يمكن التنازل عن المطار ضمن موازنة العام الحالي فلدينا خطط الخطة الأولى هو أن يكون تمشية المطار عن طريق القرنسي الذي تم تخصيص الموازنة كاملة ضمن موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2021 ولكن لا سامح الله إذا فشلت المفاوضات كمحافظة وكلجنة عليا لدينا الخطط البديلة من أجل المباشرة بإنشاء المطار تم الحصول الموافقات الأصولية على فرز بحدود أكثر من 4000 دونم من أصل أرض الغزلاني لصالح مديرية بلدية الموصل هذه الأرض اليوم تم بحضور السيد المحافظة عقد اجتماع موسع مع الدوائر المعنية للبدء بوضع خارطة العقار ومن ثم توحيد أرقام القطع وتسجيلها باسم بلدية الموصل وفرز القطع الخاصة بوزارة الدفاع ضمن توجيهات السيد محافظ مينوى وبعد استعصال موافقة السيد رئيس الوزراء هذه القطع جميعها ستكون سكنية وخدمية في نفس الوقت ستكون في منطقة مميزة في الجانب الأيمن بإذن الله تعالى ستباشر الدوائر المعنية بالإجراءات من يوم غد صباحاً وتم تشكيل لجان بهذا الخصوص هذا المنجز سيدعم الساحة الأيمن بشكل كبير جداً ونتمنى بإذن الله أن نمضي إلى إكمال نينوى تشهد مشاريع وإعمار كبيرة جداً وهذا المنجز يعتبر مكمل لطموحات أهل نينوى وبإذن الله أيضاً سيكمل المطار بجانب هذا الطريق بشكل متوازي ونذهب إلى منطقة حيوية مهمة في مدخل مدينة المصر من الناحية الجنود شكراً اشتركوا في القناة